قال ليه رئيس الوزراء عشان اوريكوا بس الحكاية الهاري المستمرة على مصر طول الوقت تعالوا نشوف رئيس الوزراء قال لي ايه ده امتى 5 نوفمبر عام 23 السنة اللي فاتت رئيس الوزراء قال كده في اجتماع الحكومة تعتزم طرح ادارة وتشغيل مطارات امام القضاء الخاص ده مين اللي لا رئيس الوزراء الدكتور مصابة مدبولي يعني الموضوع مش النهاردة ولكن في اطار انه راس الحكمة اللي عاملة طبعا يعني ضربة لأهل الشر فالحق بقى تاني كمل واخد بقى المطارات المصرية كمان هنبيح فيش حاجة اسمها بيئة مطارات مصرية احنا نبيحش حاجة على فكرة مصر لا تبيع اي شيء فقد رئيس الوزراء قال الموضوع ده طرح الموضوع ده اتكلم عليه في 5 نوفمبر عام 23 طيب رئيس الوزراء اتكلم تاني عن موضوع ده امتى اهو في يناير اللي فات 15 يناير رئيس الوزراء الاستعانة بشركات القطاع الخاص في تشغيل المطارات ضروري يبقى احنا منتكلمين عليه تشغيل ادارة وتشغيل الشركات دي لما تدير مش افضل مش عندها كفاءات مش دايما منقول الحق طب وهي هو عايزين القطاع الخاص ولا مش عايزين عايزين الدولة تشارك القطاع الخاص ولا مش عايزين تشارك فيقول لك ليه بتشاركوا ما تشاركش تقول لك ما انتو مستحوزين الدولة تعمل ايه تتخارك ما ده في اطار تمكين قطاع الخاص ما ده في اطار الشغل الدولة عاملاء وسيقة ملكية الدولة والتخارك والإدارة وتشغيل ما هو قطاع الخاص يدخل يدير اشتر منك طبعا هيبا اشتر منك اللي احنا منلاقيه برا هتلاقيه في مصر ياما بنروح نقول الحق ده لسه كنت باكلمكم فترة قريبة عن مطارات ويتعامل ايه والإجراءات ووجع الدماغ ده اللي الناس كلها عملت تهري فيه طب الدولة هتعمل ده مش عاجب ما تعملش مش عاجب ايه الموضوع فلسه ده في البلد مش انت هتعمل او مش هتعمل ولكن انت عندك خطة هتعملها رئيس الوزراء قالها اهو فالنهاردة فريق محمد عباس حلمي طلع بهذا التصريح اهو النهاردة تشمل مطار القاهرة وزير الطيران مزايدة عالمية لإدارة وتشغيل المطارات المصرية هل ده سر حربي؟ هل ده مثلا امر يعني عيب عالبلد انها تعمله؟ هل النهاردة المطارات يعني حضرتك مثلا شايفها مليون في المية زين فل السنة اللي فاتت مطار القاهرة استقبل 26 مليون عايز مطار القاهرة استقبل 30 و 35 و 40 و 50 مليون عايزينه هيبقى بالاجراءات والكفاءات اللي موجودوا الحاجات؟ لا طبعا لما انت تعمل ده قطاع الخاص يعمل ايه؟ إدارة تشغيل مش معني بأي شيء آخر دور زبط حالك محتاج خدمة تخوتها اشتركوا في القناة